محمد رمضان كمديراً رياضياً شايف الخطوة دي ازاي في مرحلة مهمة زي دي طيب محمد رمضان الحقيقة يعني وهو أنا اللي هي التجربة معاه وانا شفته هو مدير كورا لأ شخصية منظمة جداً وشخصية ملتزمة جداً والحقيقة يعني أولاً الحتة العقوبات اللي الناس كان بتكلم عليها دي دي مفروض يعني دي لمش موجودة كان بقى فيه مشكلة كبيرة جداً الحقيقة فهو تعامل معها ويتعامل معها كمان إيه يعني حتى العقوبة الأولية بتاع الكهرباء هو قد عقوبة جمدة جداً وبعدين يمكن خفضها شوية عمقوبة إمام ما كاتش ينفع أن هي تتخفض لأن كان فيها تجاوز الحقيقة تجاوز بشكل كبير جداً محمد رمضان مدير رياضي على مستوى عالمي أقول لك حاجة المدير الرياضي ده كمان على مستوى العالم وعلى مستوى الدوريات في أوروبا وفي ألمانيا وفرنسا وفي إنجلترا والحاجات دي كلها الأندية بتتمسك بالمدير الرياضي إن يستمر معهم أكتر من المدير الفني لأن دور المدير الرياضي دور مهم جداً 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 طيب من أنك بقى اشتغلت مع الكابتن رمضان وفي كواليس كتيرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل أرجع للكابتن رمضاني السيد ونتعمق شوية في العلاقة اللي كانت بتربطه بالكابتن محمد رمضان عشان نقرب أكتر من شخصية الكابتن محمد رمضان حالياً كمدير رياضي للنادي الأهل كل ده ولكن بعد الفاصل